موسيقى هذه الظهيرة من الميادين وفي عنوينها موسيقى الجيش السوري يستكمل سيطرته على ريف إدلب الجنوبي ومعارك عنيفة على المحور الغربي لسراقب وإردوغان يعترف بمقتل جنود أتراك الكرملان يعلن أن جدول أعمال بفوتن لا يتضمن زيارة إسطنبول في الخامس من الشهر المقبل ولقاء إردوغان فشل عقادي جلسة البرلمان العراقي للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي وتأجيلها إلى موعد لاحق موسيقى الرئيس اللبناني يطلق عمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الأقليمية اللبنانية وبيروت ستطلب فترة سماح لسبعة أيام في سندات دولية موسيقى بعد نيلها ثقة مجلس نواب الشعب حكومة لياس الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد موسيقى الصين تعلن بدء تطبيق معايير صحية جديدة في السفر داخل البلاد منعا لانتشار كورونا وحصيلة الإصابات عبر العالم بالفيروس إلى ارتفاع موسيقى أهلا بكم حرر الجيش السوري قرى الزقوم ودقماق وقليدين والقاهرة في أقصى ريف حما الشمالي الغربي كما حاصر نقطة مراقبة تركية عاشرة في منطقة شير مغار في ريف إدلب التقت القوات السورية القادمة من ريف إدلب الجنوبي مع القوات المتقدمة من ريف حما الشمالي الغربي وفق مراسلنا هذا فيما صد الجيش هجوما كبيرا للجماعات المسلحة عند محور سراقب الغربي وإلى ذلك استكمل الجيش السوري بسطاء سيطرته على جنوب محافظة إدلب بعدما استعاد عشرات القرى في المنطقة الجنوبية من إدلب ومحافظة حما لم يفلح التمركز التركي في جبل شحشبو شمال غرب حما في حماية المسلحين من إيران الجيش السوري فالجيش الذي كسر الخطوط الدفاعية للمسلحين بعد سيطرته على قرية كوفرنبل الاستراتيجية استعاد السيطرة على عدد من كرة وبلدات جبلي الزاوية جنوب إدلب وجبل شحشبو الجيش السوري تبع عملياته العسكرية في جبل الزاوية جنوب إدلب بعد تثبيت مواقعه في مدينة كوفرنبل مسيطرا على عدد من البلدات والمزارع والتلال الحاكمة لإطباق الحصار على الجماعات المسلحة التي احتمت بالنقاط التركية في جبل شحشبو الممتد من ريف حماء الشمالي الغربي الملاسق لجبل الزاوية جنوب إدلب وسهل الغاب شمال غربي حما نحن مستمرين بالعملية العسكرية التي تبرز أهميتها بتحرير المنطقة التي تكون من جبل الزاوية من عند جبل شحشبو باتجاه جبل أرعين المعارك العنيفة التي خاضها الجيش في المنطقة الجبلية مع الجماعات المسلحة أدت إلى سقوط تحسينات المسلحين التباعا ضمن عشرات المغاور المنتشرة في جبل الزاوية وذلك نتيجة الضربات المركزة للجيش السوري بالأسلحة المناسبة سيطرة الجيش السوري على بلدة كفر عويد واسفوهن في جبل الزاوية مكنته من قطع خطوط إمداد المسلحين في جبل شحشبو ومحاصرة نقطة المراقبة التركية في شير المغار التي تقدم الدعم العسكرية للمسلحين بفعل هذه العمليات وتحرير هذه المناطق وسقوط قرية كفر سجني وكفر نبل أصبح غرب الطريق الدولي الواصل بين سراقب ومعارة النعمان وخان شيخون مؤمن بالكامل تأمين المنطقة في جبالي الزاوية وشحشبو يعد الهدف الرئيس للجيش السوري يتبعها فتح محاور جديدة نحو أتوسترات حلب اللاذقية باتجاه جسر الشغور وأريحة ليكون الجيش بذلك قد أمن مناطق وسعة من الشمال السوري بالرغم من كل التهديدات التركية في غضون ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردغان مقتل ثلاثة جنود أتراك في محافظة إدلب السورية كان بيان لأزارة الدفاع التركية قد أشار إلى أن قصفا جويا استهدف القوات التركية الموجودة في إدلب مؤكدا أن القوات التركية ردت على الهجوم فورا وقصفت أهداف الجيش السوري في المنطقة الوقوف على آخر المعطيات الميدانية ينضم لنا مباشرة من حلب مراسل الميادين خالد سكيف أهلا بك خالد إذن معظم ريف حماش شمالي قد تم تأمينه كذلك عمليات هجومية وعمليات اشغال تمخض عنها تقدما في جبل الزاوية بما يعنيه بشكل عام تقدم في الريف الإدلبي الجنوبي إنما حاولنا الآن أن نستطلع منك على شكل الخارطة العسكرية لجهة هذه المحاور وما يترتب عليها أن كان في تأمينات ريف حماش شمالي أو حتى الريف الإدلبي الجنوبي نعم ستون يعني بالإمكان وصف الخريطة بأن بات مؤظم ريف إدلبي الجنوبي مؤمنا بشكل شبه كامل خاصة مع تقدم الجيس السوري وسيطرته على كامل جبل شحشب والتقاء القوات في هذه المنطقة المتقدمة من جهة ريف إدلبي الجنوبي من كفر رويد وصولا إلى القاعدة وأخذت كناوي هذه المناطق في ريف حماء الشمالي لم يقع دواء قرابة العشرة تقرأ بمساحة تقارب 25 كم هي ما تبقى من ريف حماء الشمالي ويعلن ريف حماء بشكل كامل مؤمن تحت سيطرة الجيس السوري لكن في طالع عام فإن السيطرة الجيس السوري على جبل شحشبه وأيضا أهل الغاب مضم سهل الغاب تعني أن الجيس السوري قد سيطر باتجاه أو مقريف إدلبي الجنوبي بأتبار أو على الطريق أيضا الذي يصل ما بين سراقب وما بين جهة الشغور وبات محسودا مع طرق المداد التي تقوم هذه الجماعات جماعة المسلحة من تمثل الجبل الوطني التحرير والفصائل المولية لتركيا من اتخاذ هذه النقاط أو هذه الطرف امدادها باتجاه طبعا سراقب وباتجاه يعني مدينة إدلب هذه الملال أو ما يكون بها الجيس السوري أولا تقسيم المنطقة إلى ثلاثة أقسام عزل جبل الأربعين وجبل الزاوية عن بعضهم والبعض وأيضا عزل جبل شحشبه عن جبل الزاوية وأيضا رصد الطريق الذي يصل ما بين سراقب وما بين جهة الشغور الطريق من ضمن مفور الذي يربط ما بين حلب ومحافظة الأخوة ومدينة الزاديسية مرورا بأريحة لكن بالإطار العام فإن معظم طريق حلب دمشق من جهة معروس الأمان وحان شيخون قد أمن بشكل كان من الجهة الغربية قد بالنسبة لما تقوم بها الجماعات المسلحة حول محور سراقب يجب الاطراع عليه حول ما تقوم به هذه الجماعات هي ربما المحاولة لأرقل التقدم الجيش السوري والضغط الذي صنعه من سلال هذه الجماعات المستلال توسيع سيطرته بريس أدلب الجنوبي نحن نتحدث عن قرابة 450 كم هو المساحة الإجمالية التي سيطر عليها الجيش السوري بريس أدلب الجنوبي وريس حما وأيضا التقدم الذي أحفظه السيطرة على فلال الحاكمة لطريق الذي يربط ما بين ديس الشهور وما بين مدينة أريحة وصنع إلى سراقب هذا يعيق من خطوط المسلحين باتجاه سراقب لكن تحاول الجماعات المستلعة من جهة كميناس ومن جهة طبعا آفس والنهر الضغط على مدينة سراقب بإتبار أنها محور أو التطاق الطرق أو طريقية الدوليين ما بين انفور وانفايف والطريق الذي يربط ما بين حلب ودماش مرونة في مدينة سراقب لكن تازلات الجيش السوري قد وصلت إلى هناك من أجل معالجة النقاط التي تخدمت إليها الجماعات المستلحة بدعم بوغض غطاء ناري جوي ومسحيك الجيش السوري شكرا جزيلا لك خالد سكيف مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من حلب الجيش السوري كان قد أعلن استمراره في معارك تحرير إدلب بعد استعادة عشرات القرى إذن والتلال في ريف إدلب الجنوبي واقترابه من طريق الأنفور ديماء ناصيف تفتح إدلب مجددا سجالا سياسيا تركيا روسيا ينتظر انعقاد القمة الرباعية في الخامس من آذار مارس المقبل مع فرنسا وألمانيا فيما يحتدم سجال آخر على الأرض وصل أو كاد يصل إلى اشتباك عسكري مباشر في وقت تراقب فيه موسكو فوضى التصريحات التركية بارتياح واضح مستند إلى تقدم الجيش السوري لاستكمال انتزاع مناطق خفض التصعيد وفتح طريق الأنفور الواصل بين اللاذقية وحلب الخلاف على تفسير اتفاق سوتي مستمر بين أسرار موسكو على فتح الطرق الدولية وصولا لاستعادة مدينة إدلب ورهان أنقرة على تجميل المعركة بما يسمح لها ولفصائلها باستعادة المبادرة والمناطق التي خسرتها وميزان القوى مثل ورقة رابحة للأتراك ساوموا بها الروس أعوام طويلة قبل استعادة الجيش السوري أكثر من 50% من مساحة إدلب أنقرة لا تتوقف عن دفع جنودها وألياتها عبر معبري كفرلوسين وباب الهوى تنشرهم في نقاط وقواعد عسكرية فيما تبقى من ريف إدلب الغربي وتحول الأراضي الزراعية في قميناس وتبتناز وبنش وسرمين إلى مرابض مدفعية ومنصات صواريخ لتأمين هجوم المجموعات المسلحة على مواقع الجيش السوري التي منيت جميعها بالفشل حتى اللحظة أما هيئة تحرير الشام رأس الحربة في الفصائل المهاجمة لنقاط الجيش بإسناد تركي أصبحت آمنة منذ انتشار الجيش التركي في مناطقها من ضربات التحالف وتسعى إلى استرضاء واشنطن عبر الوسيط التركي التي اشترطت استبدال ريات النصر براية ما يسمى الجيش الوطني والدخول في غرفة عمليات موحدة مع بقية الفصائل دقاء رفع صفة منظمة إرهابية عن النصر والحصول على دعم مالي اسوة ببقية الفصائل قيادة الجيش السوري أعلنت استمرار المعارك في إدلب بعد تحقيق القوات إنجازات ميدانية مهمة في الريف الجنوبي وصولا إلى جبل الزاوية أي بما يسمح باستعادة طريق الأنفار الدولي دماشق وموسكو تصران على استعادة كامل الأرض وانتزاع ورقة طال استحقاق التفاوض فيها مع أنقرة من دون أن يغلق بابه نهائيا ديما ناصف دماشق الميادين أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف ألا خطط لدى الرئيس فلاديمير بوتن للقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول في الخامس من الشهر المقبل لبحث ملف في إدلب موقف بيسكوف جاء بعد يومين على إعلان إردوغان عن لقاء مع بوتن في إسطنبول بشأن إدلب ووفق المتحدث الرئاسي فإن البلدين يتواصلان على مستوى الخبراء في موضوع إدلب شكلت قرية خرب التعم والشرارة التي أشعلت التحركات الشعبية في وجه الاحتلال الأمريكي حين منع أبناؤها دورية أمريكية من الدخول إلى قريتهم رافضين أي مخطط لتقسيم البلاد هنا لا علم يعلو على العلم السوري خربة عم القرية الصغيرة بريف القامشل الشرقي جسد أهلها معنى المقاومة الشعبية للاحتلال الأمريكي حين منعوا دورية أمريكية من دخول قريتهم التي يسيطر عليها الجيش السوري منذ البدء اعتبرت الدولة السورية أن الوجود الأمريكي على أراضيها غير شرعي إلا أن اندلاع شرارة المواجهات الشعبية مع القوات الأمريكية في خربة عمه كان الموقف الشعبي الأول من نوعه برفض هذا الوجود وأي مشروع لتقسيم سوريا شرارة التي انطلقت ضد الأمريكان من خربة عمه وحامه وأكد أن كلهم تكاتف العشيرة صفا واحدا ضد الأرهاب وضد المحتل القرية التي تقع إلى جانب قرى حام والقصير والتي يتمركز فيها الجيش السوري صدت هجمات متكررة للفصائل المسلحة ولتنظيم داعش وبعده قصد ليكون آخرها المواجهة مع القوات الأمريكية التي توجت بسقوط شهيد وعدد من الجرحة قاومنا الجيش الحرب وقاومنا داعش وقاومنا المجبوعات الأخرى وقاومنا الاحتلال الأمريكي ولا للخلاقنا إلا على دماء أمل أهالي خربة عمه باندحار القوات الأمريكية وبسط السيارة السورية على كامل الأراضي أشعل نار الحرية في القرى المجاورة كتل حماس وبوير البعاصي التي اندفعت بدورها لرفض هذا الوجود غير الشرعي ما شكل ضغطا شعبيا متناميا سوف يجبر واشنطن مستقبلا على سحب قواتها من الأراضي السورية أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي أن بلاده لا تنوي نشر قوات عسكرية جديدة قرب الحدود التركية السورية ميلي أشار إلى أن القوات الخاصة الأمريكية انسحبت من منطقة ما يعرف بعملية نبع السلام قبل انطلاقها وبدوره شدد وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر على أن مهمة بلاده هي الحيلولة دون عودة تنظيم داعش إلى المناطق النفطية شرق سوريا وإلى العراق حيث قررت رئاسة البرلمان تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية لمنح ثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعدم اكتمال النصاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الذي اجتمع برئيس الوزراء المكلف في مبنى البرلمان كان قد أكد من المنهاج الحكومي والسيرة الذاتية للمرشحين في تشكيلة علاوي تم إرسالها إلى النواب ومن جهة ثانية أعلن اليوم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تخليه عن جنسيته لبريطانية ما هي أبرز المعوقات أمام حكومة علاوي في ظل الانقسام بين أطراف سيمنحونه ثقة وآخرين رفضين لذلك مخاض عسير ذك الذي تمر به القوى السياسية العراقية والرئيس المكلف محمد توفيق علاوي وتشكيلته الوزرية ما رده إلى حال سياسية لم تحدد خياراتها القوى الفاعلة وإلى شارع يتحرك منذ أشهر واستثمار خارجي فحين قدر لسلفه أن يواجه أزمة الحرق التي اجتملت على ما خلفه الغزو الأمريكي من تلكة مليئة بالفساد والمحاصصة بدأت تشكيلة علاوي الحكومية أمام مهمة أصعب منها تأكيد سيادة العراق واستقلال قراره السياسي المتمثلين بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وبتعبير أدق القوات الأمريكية تجاذب القوى السياسية وقوى الحراك منذ مطلع تشترين الأول الماضي شكل الحكومة ومضمونها وصفات رئيسها ونقاش مطالب الحراك في أروقة السياسة ومن على منابر خطب المرجعية الدينية في حين عاشت الطبقة السياسية حالا من الاضطراب محاولة إيجاد مخرج من الأزمة المستحتمة وفي هوية ذلك التنازع العراقي فضح الأمريكيين نفاد صبرهم بجريمة اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحجد الشعبي أبو مهد المهندس ما فرض معادلة جديدة بعنوان التساؤل عن سيادة العراق ومدى استقلال قراره وفي ضوء هذه المعادلة تغير الكثير من الأولويات وجرت تحولات أبرزها وجوب حسم ملف رئاسة الحكومة وتقديم تشكيلتها بالمواصفات الوطنية وأن تكون أولى مهمها إخراج القوات الأجنبية بالطرق السياسية كخطوة أولى لها ما بعدها إزاء ذلك لم يكتفي الرئيس المكلف بالإعلان عن سمة حكومته بل تعهد بأن تكون حكومة كفاءات وطنية وبعيدة عن التحزب وإملاءات القوى السياسية وهي تشكيلة قد لا تروق كثرة على رأسهم المتخفض على مسعى إخراج القوات الأمريكية ويرى المقربون أن علاو اختار في تشكيلاته تمثيلاً لكل المكونات العراقية بتناصف ينأى عن التحاصص ويقربها من المفهوم الدستوري للتشارك في السلطة إذ يبدو أن القابض على وطنيته كالقابض على الجمر إذن يبقى معنا الزميل عبدالله بدرا مدير مكتب الميازين في بغداد لكن هنا في الاستيديو الاطلاع أكثر على تفاصيل الملف العراقي والأسيمة لجهة موضوع الحكومة أهلا ومرحبا بك عبدالله على ما يبدو الوضع معقد ويتعقد أكثر في العراق هل يمكن أن نستخلص أنه بالنسبة تحديداً لموضوع الجلسة البرلمانية لمنح الثقة الآن أنه جهود اللحظة الأخيرة باءت بالفشل أنه الموضوع لا يزال يخضع للشد والجذب نعم فتون بالفعل لا يزال يخضع للشد والجذب الأمور سحبت حتى إلى رئاسة مجلس النواب رئيس مجلس النواب العراقي يمثل عرب السنة له نائبان يمثل قومية كردية والأول يمثل العرب الشيعة ما حصل كان من المفترض أن تكون هناك قرارات تصدر من هيئة رئاسة مجلس النواب ما حصل اليوم هو تأجيل للجلسة من قبل الرئيس وليس من قبل هيئة الرئاسة ماذا يعني ذلك كيف يفهم مشاهد العربي أكثر يعني ذلك أن الرئيس سحب الموقف السياسي إلى مواقفه كرئيس مجلس النواب والنائب الأول الذي من المفترض يكون له موقف متوافق عليه أيضا سحب الموقف السياسي لأن الرئيس في الخط السياسي محمد الحلبوسي رفض كقوة سياسية اتحاد قوى أن يمنح ثيقة لحكومة علاوي والنائب الأول من القوى الشيعية حسن الكعبي من داعمي محمد توفيق علاوي وبالتالي الرئيس أجل الجلسة ونائب الرئيس حتى هذه اللحظة يمتنع عن مغادرة المجلس ويطلب إعادة عد الأصوات لتأكد إن كان بالفعل أن السبب للتأجيل هو عدم وجود نصاد قانوني وهذا يعني يكشف حجم الخلافات السياسية التي وصلتها الحالة العراقية لجهة شخصية المكلف خصوصا وأن القوى الكردية فتون كانت حتى قبل أن يتم الحديث عن تأجيل أو عدم وجود التأجيل لا زالت تتفاوض مع المكلف حول نقطتين رئيسيتين الأولى هل الحكومة مؤقتة أم مكملة لفترة نيابية كاملة أي عامان وما هو دور القوى الكردية في وزراء وحقائب داخل هذه الحكومة لذلك القوى الكردية واضحة ربما بخياراتها وبإعلان هذه الخيارات أنها غير معنية بالحراك وغير معنية بالتكنوكراط هي تريد أن تمثل سياسيا وفق النسب التي حصدتها في الانتخابات التي عاشى العراق في العام 2018 إن كانت القوى الكردية قد تحصلت على ما أرادت كان يمكن أن تؤمن غطاء أقوى وطمئلين أكثر لأن تعقد الجلسة حتى هذه اللحظة أعلن الرئيس الحلبوسي رئيس مجلس النواب تأجيل الجلسة وأعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي عدم تأجيل الجلسة لأن الجلسة أصلا استثنائية وبالتالي هناك بعض السياقات القانونية حول عقد الجلسة من ضرورة في هذه الحالة إلى أين سيقول الوضع؟ يعني إن كان هناك من يريد عقد الجلسة ويقول أنه ننتظر اكتمال النصاب حتى هذه الساعة وهناك من أرجع فعليا الجلسة ما هي السيناريوهات إذن محتملة الآن؟ القوى الشيعية يجب أن تجد فيما بينها قنوات للتواصل لأن هناك قوى الشيعية فاعلة وبارزة رفضت اليوم والتحقت بركب الرافضين لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي ليس اعتراضا على شخصه كما تقول هي اعتراضا على بعض الأسماء من الوزراء وقوى الشيعية أخرى تدعمه وتجد فيه الخيار الأفضل يعني هذا العامل الذي يستحاله في الفتح قاله هو أفضل من توصلنا إليه الصدريون يقولون هو أفضل ما يمكن التوافق عليه بين الشارع وبين القوى السياسي العراقي عمليا وفق السياقات القانونية فالرجل لا يملك إلا حتى الثاني من الشهر المقبل الفترة التي تنتهي بعدها يدخل بخمسة عشر يوم من المفترض إما أن يقدم تشكيله وإما أن يكلف الرئيس مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني هو في السباق فعليا مع الوقت الآن باختصار شديد أنه تقريبا نفد الوقت على امتداد السنوات الماضية في أكثر من حكومة كنا نرصد بأنه دائما الكرد يشكلون بيضة القبان في موضوع تشكيل الحكومة إلى أي حد الآن في كل هذا المشهد الكرد يشكلون بيضة القبان بالفعل هم لا يزالون يشكلون بيضة القبان فتون والسبب هو عدم وجود مقاعد واضحة تحدد للقوى الشيعية والسنية والكردية لا يزال هناك خلاف سياسي حاصل لا يزال هناك من يعتمد على ما أسموه سابقا بالتحالف استراتيجي بين القوى الشيعية والقوى الكردية لكن ذلك لم يثبت أنه فاعل عمليا وإنما بقيت القوى الكردية مصممة على أن تكون لها حصة من الموازنة حصة في الوزارات وبالوزارات السيادية محددة ومعلنة وبشكل واضح وعلى هذا الأساس هي تشكل بيضة القبان بخلافه لا يمكن لأي تحالف استراتيجي معها أن يكون فاعلا شكرا جزيلا لك عبدالله بدران مدير مكتب الميادين على وجودك معنا هنا في الاستيديو في هذه النشرة إذن نزال نكمل في الشأن العراقي حيث أعلن زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ولادة المشروع الوطني العراقي في كلمة له في يوم الشهيد أشار الحكيم إلى أن أهم مرتكزات المشروع هو قيام الأمة العراقية واسترداد الديمقراطية وتطوير النظام بالنسبة لموقفنا فيما يحصل في المشهد السياسي فإننا ننشد ونحرص على الآتي حكومة انتقالية لمدة عام ونتمنى أن تحصل على ثقة مجلس النواب في أسرع وقت ممكن والتصويت على حل مجلس النواب قبل نهاية المدة بشهرين انتخابات مبكرة في نهاية هذه المدة بقانون انتخابي عادل تحت إشراف المفوضية المستقلة دع الحكيم إلى حصر السلاح في يد الدولة والعمل على منع إقامة أي تشكيل عسكري خارج إطارها لضمان قواتها وأية دولة لا تستطيع حصر السلاح بيدها ستبقى ضعيفة وأية دولة تسمح بنشوء ونمو وجودات عقيدية أو قومية مسلحة خارجها وعلى حسابها ستبقى دولة ضعيفة السلاح والمسلح يجب أن يكون ضمن إطار القانون والمؤسسة العسكرية والأمنية فقط مستمرون بتقديم الظهيرة وتتابعون فيها بعض فاصلا قصير 35 قتيلا في العنف الطائفية الذي تشهده مناطق نيو ديلهي على خلفية قانون الجنسية من جديد مرحبا بكم أعلنت الصين أنها ستبدأ بتطبيق معايير صحية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في السفر داخل البلاد منعا لانتشار فيروس كورونا في مؤازات ذلك أصدر رئيس الوزراء الياباني تعليمات بإغلاق المدارس مؤقتا إيطاليا أعلنت ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 14 شخصا فيما قالت سويسرا إن الإصابات بلغت أربعا أما تل أبيب فتحدثت عن ثلاث إصابات وفرض حجر منزليا على المئات أما وزير الصحة الإيراني فأعلن أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ 26 شخصا فيما تستمر الوفيات اليومية في الانخفاض بالصين تزداد الخشية من انتشار الفيروس على مستوى العالم لتبدأ معظم الدول بإجراءتها الاحترازية في محاولة لمواجهة الفيروس التاجي بشكل مثير للقلق ومع توجه الأنظار إلى الشرق الأوسط وأوروبا يضاف عدد من الدول إلى قائمة إحصاء المصابين حول العالم لتنضم الدنمارك واليونان والنرويج مؤخرا إلى تلك القائمة معلنة أولى الإصابات لديها تتجاوز عدد حالات الإصابة المعلنة عنها خارج الصين الإصابات المعلنة داخلها حيث بلغ مجمل عدد المصابين خارجها ما يزيد على 3500 مصاب غالبيتهم في كوريا الجنوبية التي تأتي بعض الصين تليها اليابان التي ترس قبالتها السفينة السياحية الموبوءة ثم إيطاليا في إيران تحدثت وزارة الصحة عن تخطي عدد المصابين المئتين بالتوازي مع إعلانها أن حالة شفاء تخطت الخمسين فيما أكد الرئيس الإيراني عدم عزم بلاده على فرض حجر صحي كامل على أي مدينة بل ستكتفي بوضع الأفراد في الحجر الصحي إلى جانب دعوة أحد المسؤولين في وزارة الصحة إلى خفض اللقاءات اليومية ومنع التجمعات حتى إشعار آخر وضمن إجراءات منع وصول فيروس كورونا أعلنت السعودية تعليق الدخول إلى أراضيها بهدف زيارات الدينية بالإضافة إلى تعليق دخول الوافدين من دول يمثل انتشار الفيروس فيها خطرا أما في الولايات المتحدة التي قارب عدد المصابين فيها الستين فيرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخطر على شعبه لا يزال متدنيا متجاهلا كل التحذيرات التي أطلقتها أطراف عديدة في الداخل الأمريكي ويناقض ترامب تصريحاته وزير الصحة الذي قال إن مستوى الخطر قد يرتفع بسرعة مع ظهور عدد أكبر من الإصابات في البلاد مع وصول عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من ثمانين ألفا في أكثر من أربعين دولة يطمئن رئيس منظمة الصحة العالمية أن رسالة الرئيسية التي تمنح الأمل والشجاعة والثقة لجميع البلدان أنه من الممكن بالفعل احتواء هذا الفيروس من بيروت ينضم لينا الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أهلا ومرحبا بك سيد كتانة إذن فيروس كورونا المستجد يتمدد عبر القارات وفعليا في الحياة الواقعية أو حتى الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي كورونا هو الموضوع الأول المتداول بين الناس بكل مخاوفه وكل ما فيه من حقائق وحتى شائعة لذلك نريد أن نسأل على مستوى الدول ذات الإمكانيات الطبية المحدودة كيف يمكن لنا التصدي لهذا الفيروس والتصدي لانتشاره سيدتي في خطة احترازية ودعا رئيس مجلس الوزراء لجنة معنية من كل الوزرات ومتصدي بالأحمر اللبناني هذا في لبنان نعم تفضل أنا خليني أحكي عن لبنان وبالتنسي مع منظمة الصحة العالمية هذا موضوع فيه أول شيء تشبيك المعلومات مع منظمة الصحة العالمية ومع كل الكتاعات الصحية الدولية المعنية بالكورونا وغير الكورونا فبالمبدأ نحن التوعيات طبعنا أول شيء هي الأوارنس إذا بدك أو هي التوعية معينة اللي بيصير والتسقيف للمواطن اللي يكون متنبه بالنظافة وبيأخذ الاحتياطات الكاملة لما يقع بهذه المشكلة من ناحية النظافة متمقل والنقطة الثانية الأساسية هي المعالجة والنقل كل الحالات اللي بتجي من المصدر تأكد أنه فيه حالات للكورونا الأجهزة المعنية بالدولة اللبنانية خاصة هذه اللجنة مع وزارة الصحة العامة مع أستقبل أحمد اللبناني عم تحتاط لكل خاصة من ناحية المطار من ناحية المرافق ومن ناحية المعابر لنقل الحالي لمستشفى رفيق الحريري يلي جهزت لعدد كبير من الحالات في حال تم الوصول لها العدد واتبين مثل ما بتعرفين أنه فيه حالتين لا هلأ فيه تنظم للتقرير وزارة الصحة معهم بوزيتيف الفيروس الكورونا وهالحالات بعد يعني ما عملنا خطرة الحالة عم تتعالج بالقالية المحطوطة والمعايير الدولية إدافة طريب الأحمر نقل من دمنهم هالحالتين فيه 12 حالة غيرها فيه شك أنه الآن عملنا الفحص بمستشفى رفيق الحريري وإدافة فيه حالات كمان اجت هي لوحدة على المستشفى لا تقوم بهذا الفحص عذرا على المقاطعة تحدثت عن 12 حالة الآن يجتبه يمكن أن يكون يحملون هذا الفيروس ما هي الإجراءات التي يعني يقوم بها أو تقوم بها الدولة في لبنان في هذا الموضوع تبقيهم في المستشفى أو ترسلهم إلى بيوتهم تحت الحجر المنزلي سيدتي هذه 12 حالة موجودين بالمستشفى رفيق الحريري محظوظين بالحجر 14 يوم مع تمامين فيهم تطلع النتيجة بالأول وعداء النتيجة بيبين إذا بيكف العلاج بيبقوا بالمستشفى لا يتعلجوا ولا بيتركوا المستشفى وفي حالات كمان في خوف التعرف إذا واحد حس بالحرارة أو بالسعال أو H1N1 بيصير يخاف يفكر أنه في كورونا في بروتوكول أو سياسات وبروتوكولات موضوعة من ناحية الصليب أحمد لبناني بطريقة النقل وحمية المتطوعين وكمان في بروتوكول بمستشفى رفيق الحريري بهذا الموضوع فنحاول أدمى فينا نحطاب لهذه الأمور ونحاول أدمى فينا نحمي ونوعي المجتمع المحلي لهذا الموضوع أشكرك كل شكر الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كالتانا كنت معنا مباشرة من بيروت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة ليس أمرا محتوما فيما اتهمت الديمقراطيين أو الديمقراطيين ووسائل الإعلام بإثارة الهلع بشأن فيروس كورونا والتأثير سلبا على الأسواق مريم عثمان الإنكار والاتهام عنصران دائمان في رد فعل ترامب على أي حدث في الداخل الأمريكي فيروس كورونا لا يمثل تهديدا لأمريكا ولا لأسواقها المالية بالنسبة للرئيس الأمريكي بقدر ما يمثله الديمقراطيون أنفسهم أعتقد أن الأسواق المالية تتأثرت للغاية بعد متبعة مناظرة الديمقراطيين ليلة أمس وقد سبب هذا صدمة لها بالتأكيد أظن أن خطابات المرشحين في المناظرة لها تأثير كبير على ذلك ترامب استنزف كل وسائل الإقناع لتهديئة مخاوف المواطنين والأسواق من مخاطر فيروس كورونا خلال مؤتمره الصحفي مؤكدا استعداد إدارته لمكافحة الوباء على نطاق واسع وحمل في تغريدة عبر تويتر على الديمقراطيين وبعض وسائل الإعلام مثل شبكة سي أنان متهما إياهم بإثارة الهلع بشأن فيروس كورونا المستجد والتأثير سلبا على الأسواق تصريحات ترامب هذه أثرت جملة من ردود الأفعال المنددة في الداخل الأمريكي محللون أمريكيون أشاروا إلى أن ترامب يعيش حالة نكران تعكس طريقة إدارته للأمور في الولايات المتحدة القائمة على سياسة الكذب المتواصلة هذه ليست قيادة هذه أنانية والأمر خطير جدا إذا كان ترامب خبيرا بسوق الأسهم لماذا لا يتحدث عن استجابة الأسواق للخوف السائد ويخبر الأمريكيين أن الموضوع لا يتمحور حوله بل حول فيروس لا يمكن التحكم به المرشح الديمقراطي مايك بلومبرغ انتهز الفرصة لمهاجمة ترامب بطريقته الخاصة ناشرا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان مايك سينجزها في إشارة إلى الأمريكيين أنه قادر على حل الأزمات كما فعل بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر نصح الناطق باسم فريق المصالح الوطنية في صنعاء محمد البخيتي دول التحالف السعودي بالاستجابة لمبادرة السلام التي تقدمت بها اليمن وأعلنها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط البخيتي دعا الأطراف اليمنية التي تقف إلى جانب التحالف السعودي إلى مراجعة حساباتها والعودة إلى صف الوطن والمشاركة في تحرير اليمن واستعادته السيادته ولا سيما بعدما اتضحت لهم حقيقة أطمع دول التحالف ونواياها بحسب تعبيره اقتراب موعد انتخابات الكنيسة تشعل المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية في ظل حديث المراقبين عن ترجيح كفة الحملات الانتخابية لمصلحة رئيس الحكومة بن يامين نتنياهو التي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم معسكره حتى الآن منى لسماعيل احتدمت المعارك الانتخابية على الساحة الإسرائيلية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة الاثنين المقبل واحتدم معها السجال على فرض جدول الأعمال الانتخابي بين معسكر رئيس الحكومة بن يامين نتنياهو والمعسكر المعارض له وعلى رأسه حزب أزرق أبيض برئاسة بني جانس الاتجاه العام واضح أنه يسير لمصلحة نتنياهو جانس فقد أربعة مقاعدة في غضون أسبوع لقد عمل بقوة ورد على كل أنواع اتهامات نتنياهو إنها لحظة معقدة جدا بالنسبة إليه لقد رأينا أنه منذ صفقة القرن ومساعي نتنياهو تثمر وفيما تبدو الكفة الإعلامية راجحة لمصلحة نتنياهو لجهة قدرته على فرض جدول الأعمال الإعلامي من خلال حركته الانتخابية والإعلامية ومن خلال المواقف التي يطرحها أيضا والتي كانت آخرها دعوة جانس إلى مناظرة تلفزيونية بينهما يبدو جانس ومن ورائه حزب أزرق أبيض في موقع الدفاع الإعلامي في وجه حملة نتنياهو الهجومية محاولا بصورة أساسية التركيز على ملفات نتنياهو القضائية ما أدى إلى زياد قوة الليكود وضعف أزرق أبيض أمور متعددة منها رسالة ألا حكومة لأزرق أبيض من دون العربي وهذه رسالة أثمرت له نقاطا في جمهوره وهناك أيضا قضية شركة البعد الخامس وأيضا الحملة القاسية ضد شخصية جانس وهذا أدى إلى تصدعه وتضرره ما جرى في الأسبوعين الماضيين هو أن نتنياهو نجح في جري جانس إلى ملعبه لا يهم من نجح أكثر أو أقل النتيجة هي أنه فيما بدى نتنياهو كشخص يريد بشدة النجاح في الانتخابات وأن يكون رئيس حكومة ظهر جانس كمن يوافق على أن يكون رئيس حكومة إذا كلف شغل المنصب وهذا يؤثر كثيرا في الناخبين في الأثناء يبدو واضحا للجميع أن هدف نتنياهو الوحيدة والرئيسي من حملته الانتخابية هو فوز المعسكر الذي يرأسه بأغلبية واحد وستين عضو كنيست متكئا بذلك على وثيقة الولاء له التي وقعها رؤساء أحزاب كتلة اليمين أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا أن واشنطن تتجاهل اقتراح موسكو المتعلق بتجميد نشر الصواريخ المتوسطة قصيرة المدى خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي قال أن أمريكا وحلفائها يقبضون اقتراح روسيا لوضع آلية للتحقق من تطبيق تجميد نشر الصواريخ شدد على أن هذه التصرفات تؤكد أن الأسباب الحقيقية لإلغاء معاهدة حظر الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى لا تمت لموقف موسكو ولتحركاتها بالصلة أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر عن قلق إدارته مما سمى تمسك روسيا بتعزيز هيمنتها على المستوى الإقليمي في شهادة أمام مجلس النواب اتهم أسبر موسكو بما وصفه العبث بالقواعد الدولية وتعزيز هيمنتها على المستوى الإقليمي وبتسريع تحديث أسلحتها ممتقدا استعراضها أخيرا أسلحتها فوق الصوتية الأمر الذي يدعم وفق أسبر الشبهات حول نيتها تدمير الناتو في الهند ارتفع إلى 35 عدد قتل العنف الطائفي الذي تشهده مناطق نيو ديلهي منذ الأحد الماضي قد أدت أعمال العنف إلى جرح نحو 200 شخص بينهم أطفال وتشهد مناطق شمال شرق العاصمة صدامات بين الهندوس والمسلمين على خلفية قانون الجنسية الجديد الذي يسهل منح الجنسية الهندية للمهاجرين من أفغانستان وبنجلادش وباكستان شرط أن لا يكونوا مسلمين في اليونان ولليوم الثاني تواجه متظاهرون في جزيرة لسبوس مع شرطة مكافحة الشغب احتجاجا على بناء مخيمات جديدة لمهاجرين غير شرعيين ألقت مجموعات من المتظاهرين الحجارة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية يعيش أكثر من 38 ألف مهاجرا في مخيمات في جزر لسبوس وخيوس وساموس فيما لم تتجاوز قدرة استعابها ستة آلاف شخص ويشك السكان من انعدام الأمن ومشاكل في الصحة العامة يحملون موجات المهاجرين مسؤوليتها الآن إلى موجز الاقتصاد في هذه النشرة مع زميلة اللي سار كرم مسل خير اللي سار التنقيب عن النفط بدأ في لبنان ما هي التفاصيل أو نتابعها معك في خلال نشره أحسن بالتأكيد شكرا لك مع عباس صباغ مع عباس صباغ شكرا أهلا بكم يعتزم لبنان طلب فترة سماح لسبعة أيام في سندات دولية بقيمة مليار ومئتي مليون دولار تستحق في التاسع من أذار مارس المقبل وفق ما قالت وكالة ريترز الوكالة نقلت عن مصدر حكومي أن لبنان سيطلب هذه الفترة لإعطاء المستشارين الماليين والقانونيين وقتا إضافيا من أجل صياغة خطة إعادة هيكلة وأن القانون يمنحه حق طلب فترة السماح هذه أطلق الرئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون صفارة البدء بأعمال الحفر التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان وكان عون قد وصل على متن طوافة إلى سفينة الحفر الراسية قبالة الساحل اللبناني الشمالي في الرقع الرقم أربعة حيث ألقى كلمة أشهد فيها بالجهود المبذولة من قبل ائتلاف شركات توتال ونوفاتيك وإني وأمل استمرار التعاون معها في مجالات أخرى أن رئيس الحكومة حسن الدياب فقال أن اليوم سيكون نقطة التحول في كسر نمطية الاقتصاد اللبناني للمزيد حول هذا الموضوع معنا من الساحل اللبناني الزميل عباسي الصباغ لإطلاعنا على كل التفاصيل بداية عباس هل بدأ فعليا العمل بوجود كل المختصين والفنيين والتقنيين أم أنه اليوم يعني افتتاح رسمي وبمثابة عمل بروتوكولي لإطلاق العمل في سفينة الحفر للتنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان نعم أليسار بدأ التنقيب عن النفط والغاز في لبنان يعني بعد أن كما أسلبت أن أشار الرئيس ميشيل عون أيضا أشار في كلمته لأنه يوم تاريخي في لبنان ووصفه بأنه هذا إنجاز تأخر سنوات هذه الأعمال التي بدأت اليوم ستستمر لنحو شهرين ومن ثم تبدأ التحاليل وما إذا كان هناك مخزون تجاري ويمكن استخراجه بكلفة تسمح ببيعه وبالتالي انتقال لبنان إلى نادي النفط أو نادي الدول النفطية هذه الأعمال التي بدأت اليوم سيتم الحفر حتى تصل إلى عمر 4100 متر من سطح البحر وبالتالي هذه تستغرق هذه الفترة أود الإشارة أن المنطقة التي تتواجد فيها السفينة في هذه الأثناء قبالة منطقة الصفرة شمال بيروت هدية منطقة أمنية ويمنع التواجد فيها أو الوصول لها وبالتالي لم تكن هناك تغطية إعلامية لعملية إعلان البدء عن التنقيب باستثناء الإعلام التابعة للقصر الجمهوري طبعا هناك تفاؤل في لبنان التقينا أكثر من شخصية سياسية أو اقتصادية كل الأمال معلقة على هذه العملية التي تبدأ اليوم في ظل أزمة إقتصادية كما تعلمين يعيشها لبنان وبالتالي الانتقال إلى نادي الدول النفطية سيترك تداعيات إيجابية طبعا الكل ينتظر انتهاء الحفر وبالتالي الانتقال إلى المرحلة الثانية وهذا اليوم هو تأخر بالمناسبة كان مفترض أن تبدأ العمال في نهاية العام الماضي عباس اليوم يبدأ العمل في الرقعة الرقم 4 وهي قبالة الساحل الشمالي ولكن هناك الرقعة رقم 9 والأنظار موجهة إليها لأنها قريبة من الحدود مع فلسطين المحتلة بطبيعة الحال هي قبالة الساحل الجنوبي للبنان هل عرف بشكل محدد متى يبدأ التنقيب في الرقعة الرقم 9؟ يعني بحسب ما يعلمنا من بعض الأوساط في وزارة الطاقة بأن الأعمال في البلوك رقم 9 أو الرقعة رقم 9 ستبدأ هذا العام لأن شركة توتال فضلت أن تبدأ في الرقعة رقم 4 كان هناك حديث أن الأعمال تبدأ بالتوازي في هذه الرقعة والرقعة رقم 9 قبالة النقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة أود الإشارة فقط الإسار إلى أن مسألة تثبيت ترسيم الحدود البحرية التي كانت سابقا تخضع لوساطة أمريكية قد توقفت منذ رحيل ديفيد ساترفيلد عن منصبه وتعيينه سفيرا في تركيا والتقيد بالنائب علي بزي وهو من كتلة التنيمة والتحرير التي يرأسها رئيس البرنامج ببري أكد لنا بأن الموقف اللبناني الرسمي هو التمسك بآخر نقطة مياه وبآخر شبر من الأراضي اللبنانية والساحل اللبناني بالتالي لا مجال للمساومة وننتظر أن تبدأ تلك الأعمال في هذا العام شكرا جزيلا لك الزميل عباس الصباغ كنت معنا من الساحل اللبناني الرئيس اللبناني ميشيل عون كان قد أعلن أن أعمال التنقيب كان يفترض أن تنطلق قبل سبع سنوات إلا أن أطماعا وإرادات ومناورات منعت تحقيق ذلك إنه ليوم تاريخي سيشهده لبنان في الغد فهو سيفصل بين ما قبله وما بعده وسوف يذكره حاضر لبنان ومستقبله بأنه اليوم الذي دخل فيه وطننا رسميا نادي الدول النفطية هذا الحدث كان من المفترض أن ينطلق في العام 2013 لكن صعوبات داخلية وسياسية حالت دون ذلك بهذا نختم أخبار الموجز الاقتصادي وجله عن لبنان والآن نعود إليك فتون لمتابعة النشو شكرا جزيلا لك إليسار أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ اليمينة الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد مجلس نواب الشعب كان منح الحكومة الثقة ذلك بعد نقاش مراثوني استغرق أكثر من سبعة عشرة ساعة عماد شتارة شو فرنسا تقول لنا شو نعم فرنسا ما تمني علينا حد شيء واللي اخترتهم الكلهم اخترتهم شرفاء واخترتهم مناظلين مع انبلاج فجر يوم جديد كتب لحكومة الفخفاخ أن ترى النورة بعد جلسة صاخبة تواصلت سبعة عشرة ساعة ولادة عصيرة لحكومة الفرصة الأخيرة أغلق الباب أمام احتمالة حل البرلمان وإعادة الانتخابات وفتحت أبواب الانتقادات للحكومة الوليدة من حيث التركيبة والبرنامج ومدى قدرتها على الصموة اللي انتقدناه هو المقاربة الاقصائية لرئيس الحكومة على معطيات غير موضوعية الآن الموضوع انتهى الآن نحن في المعارضة والحكومة تكونت أولويات عديدة تعهدت بتحقيقها حكومة الفخفاخ في مقدمتها محاربة الجريمة والإرهاب ومجباهة الاحتكار وغلاء المعيشة وانزلاق الدنار وترد خدمات التعليم والصحة إلى جانب التعهد بتحقيق التنمية وخلق فرص الشغل والحد من المديونية تعهدات ترى المعارضة أنها بمنزلة إعلان نيات خال من أي تحديد لأهداف موضوعية وسبل تحقيقها في ظل الأزمة الاقتصادية الرهنة ومحدودية هوامش الفعل والإنجاز قدام هذه الحكومة بفرصة ونحن معاها إن شاء الله اليد في اليد على قلبي رجل واحد مجل تونس ومجل تونس قدام هذه الحكومة أن لا تضيع الوقت فيما لا يعني ولا يفيد حكومة تكون واعية بانتظارات الناس تكون واعية بهموم الناس تكون واعية بأن هذا الشعب ضحى وقدم التضحيات وقدم الشهداء وبقى تسع سنوات تنتظر في ثمار هذه التضحيات ولماذا تحقق من ذلك شيء صوت المعارضة لعمل حكومة الفخفاخ سيكون قويا والمرقبة لآدائها ستكون دقيقة ما يحتم عليها أن تحسب خطوتها وأن تعمل على تبديد خلافاتها البينية بعد نجاحها في نيل ثقة نواب الشعب أمام حكومة الفخفاخ تحدي أكبر في نيل ثقة التونسين عبر الانصرف إلى العمل على تحقيق تعهدتها حتى لا تكون عنوانا آخر لتعاقب حكومات الفشل أيما تشترى تونس الميادين إلى العنوين الجيش السوري يستكمل سيطرته على ريف إدلب الجنوبي ومعارك عنيفة على المحور الغربي لسراقب أردوغان يعترف بمقتل جنود أتراك الكراملان يعلن أن جدول أعمال بفوتا لا يتضمن زيارة إسطنبول في الخامس من الشهر المقبل ولقاء أردوغان فشل انعقادي جلسة البرلمان العراقي للتصويت على منح الثقة لحكومة علاوي وتأجيلها إلى موعد لاحق الرئيس اللبناني يطلق عمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الأقليمية اللبنانية وبيروت ستطلب فترة سماح لسبعة أيام في سندات دولية بعد نيلها ثقة مجلس نواب الشعب حكومة الياس الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد الصين تعلن بدء تطبيق معايير صحية جديدة في السفر داخل البلاد منعاً لانتشار كورونا حصيدة الإصابات عبر العالم بالفيروس إذا ارتفاع التفاصيل أوفحوا لأخبار العالم يمكنكم دائماً متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية شكراً للمتابعة ألقاكم على رئيس الساعة في موجز أخباري دوم توم ساليمين